محاربيدي سقطا خلال المعارك قضينا هذه الليلة على المخرب القاتل إبراهيم دياري وهو الذي قاد المعارك في شمال القطاع منذ دخول القوات وقد ساهم في هجوم السابع من أكتوبر خلال هذه العملية قتل الكثير من المخربين الذين كانوا معه في البناء نفسها وتحت المباني إصابة المبنى في بياري أدت إلى تدمير مباني بجانب ذلك المبنى وكان يعمل من هناك من أجل ضربنا ولقد قتل هو ورفاقه وبشكل موجه هم يستخدمون الجمهورة والمدنيين لأن هناك دروع بشرية ولقد بنى السنوار البنية التحتية لحماس تحت بيوت السكان ولذلك فقد أدى ذلك إلى مذابح ليس فقط في إسرائيل وإنما بين السكان هناك لذلك ندعو سكان شمال غزة اليوم أيضا للتوجه إلى الجنوب عن طريق وادي غزة هناك مكان آمن توجهوا إليه وسنستمر في العمل في شمال غزة سنعمل ضد كل المخربين في كل قطاع غزة وفي منطقة البحر الأحمر أطلق صاروخ وأسقطناه بواسطة منظومة حيت وهذه أول مرة نفعل فيها هذه المنظومة وكان عملها ناجحا ولقد أسقط أيضا هدفان كان يطيران في الحيز وقوينا المنطقة وعززنا قدراتها بسفن بحرية قتالية ونحن الآن في البحر والجو والبر كل هذه المنظومات هدفها حماية الدولة في الجنوب وفي كل أجزاء البلاد هناك أطراف مختلفة في المنطقة وهم وكلاء إيران مثل الحوثيين الذين يريدون أن يشغلون عن الحرب في غزة نحن نركز على الحرب في غزة ونعرف كيف ندافع عن أنفسنا في كل مكان نعمل بتعاول مع جيش الولايات المتحدة وتعاوننا أثبت فعاليته ولقد أنشأنا بونا تحتية وقنوات لنقل المعلومات الاستخباراتية وغيرها ونعمل ككتلة واحدة لنحيد كل ما يهدد إسرائيل جيش الدفاع يستطيع وحده الدفاع عن المصالح الأمنية لإسرائيل ويعرف كيف يحمي ويصل إلى مكان نقرر الوصول إليه في الشمال ما زالت هناك محاولات للهجوم من هناك لا يوجد لدينا ضحايا ولقد ضرب الجيش مقرات لحزب الله ومعاقل لحزب الله وسوف نقضي على كل خلية من المخربين تصل إلى الجدار أو تحاول أن تخرق الجدار حتى الآن بلغنا ثلاثمائة وسبعة عشرة عائلة من شهداء الجيش ونبذل كل الجهود لإعادة المخطوفين إلى الوطن في الساعات الأخيرة كانت هناك شائعات عامة البلاد وأنا أناشد الجميع بأن ينصتوا إلينا فسوف نخبركم بأي خبر من خلالي وهذا يأتي طبعاً سعياً للحفاظ على قواتنا وأرجوكم أيها الجمهور لا تنشروا الشائعات على بיטחון כוחותינו אני פונה לציבור אל תפיצו שמועות שאלות בבקשה ערב טוב מודיקס תלערוץ 14 קראתה כעת שוב לתושבי צפון הרצועל להתפנות לדרומה השאלה שלי מה המדיניות מול האויב האזרחי בצפון שבחרו לא לענות לדרישות הללו إذن مشاهدين كان هذا جانباً من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاگاري يتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالعملية البرية ويشير إلى أن الضرب على مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس